بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وضمنه أحسن المعاني بأجزل المباني والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الحاني وآله وصحبه أولي البر والإحسان وبعد حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظك الله ورعاك أصحاب السمو والمعالي والسعادة العلماء الأجلاء أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأمس القريب خط صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه معالم مجمع القرآن الكريم فرسم ملامح هذا الصرح الشامخ وأرسى دعائم ذاك الطود الشامخ فإذا به اليوم منارا عالميا عاليا البنيان شمسه مشرقة على كل البلدان ويشرف بالانتساب إليه الكبار والشبان من شتى البقاع على اختلاف الثقافات وتنوع المكان ولقد حرص المجمع على الوصول بمخرجاته العلمية إلى أعلى معايير الجودة والرصانة والتميز والمتانة فأطلق منصة الإقراء الإلكترونية العالمية بتقنيات حديثة تتيح للمنتسبين للمقارئ عرض تلاواتهم على خيرة مشايخ الإقراء وفق ضوابط وشروط علمية دقيقة واليوم نشهد تخريج الدفعة الخامسة لكوكبة من المجازين حفظة كتاب الله من كافة أنحاء العالم ليكونوا سفراء للدين الإسلامي ولمجمع القرآن الكريم وقدوة يحتذا بها فهنيئا لكم هذا الإصطفاء أيها الحضور الأكارم تتويجا لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه في العناية بالقرآن الكريم وتفسيره وبلاغته فقد حمل مجمع القرآن الكريم بالشارقة على عاتقه مشروعا علميا ضخما طال انتظاره للمكتبة الإسلامية وهو مشروع التفسير البلاغي للقرآن الكريم هذا المشروع الفريد غير المسبوق الذي يسدي خدمة علمية جليلة للمجتمع الإسلامي على مختلف شرائحه وتنوع مداركهم العلمية فيقدم تفسيرا شاملا للآيات بأسلوب تبسيط المعلومات ويعرض لبيان معاني المفردات ويوضح المعنى الإجمالي ويسلط الضوء على الإضاح اللغوي والبلاغي ويبرز الفروق الدلالية بين الألفاظ القرآنية ويوجه المتشابه اللفظي ويشير إلى هدايات الآيات وما تكتنزه بلاغتها من رسائل وإشارات أسهم في إنجاز هذه الموسوعة الفريدة المتفردة 33 عالما متخصصا في التفسير واللغة والبلاغة فكانت باكورة هذا العمل وثمرته تسع مجلدات تغطي ستة أجزاء من القرآن كمرحلة أولى كل مجلد يحتوي على ثمانمائة صفحة كما أبرزت أكثر من عشرة آلاف عنوان بلاغي كشفت عن المعاني القرآنية في كتاب الله ومع الانتهاء من إتمام هذا العمل ستصل الموسوعة بإذن الله إلى 45 مجلدا إن هذا المشروع العلمي الضخم ما كان ليرى النور لو لا توفيق الله عز وجل ثم بفضل الدعم الكبير من لدن حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه الذي يولي القرآن الكريم وعلومه وحفظته عناية خاصة فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجزيه عن القرآن وأهله خير الجزاء وأوفاه وأن يطيل عمره في رضاه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته